حبيبي عم بتطلب هيئة جديدة عم تهتم كتير في أول شيء للعزاب طبعا عم بتفكر بأمل كبير بالارتباط وعم تيجي بوادر خير عم يجيك شخص مع فلوس يعني ماديين كتير غني وكأنه مدير وصاحب بزنس عم بيكون كتير ماديا مرتاح وشخص أيضا رومانسي لكن بيغلب عنده العقل على القلب هذا الشخص اللي جاي في حياتك للعزاب عم هذا الشي عم بيعطيك أمل كبير في الحياة وكأنه كان إشي في السماء يعني نجمه هيك وقربت لك كتير أول شي كنت وحيد وهلأ في بوادر خير يعني لا بالنسبة للعزاب خلينا نسحب لأزواج والمرطبطين أهو المرتبطين مبين عندي فيه فيه شوية علاقة ثلاثية خلينا نشوف وانت عم تختار انت بين خيارين بين شغلتين إلك فترة عم بتفكر فيهم كنت مغمض عن العلاقة إما الثلاثية أو مش حابب أنك تشوفها مش حابب تعطيها اهتمام لحتى ما تنكد على غيرك عم بحسك كتير حاطط يعني عم بحسك كتير حاطط مش حواجز لكن بالفترة الجاي رح تكون متأهب يعني أنت خايف من الطرف الآخر بأنه يترك أو يكون فيه علاقة ثلاثية العلاقة الثلاثية بينه موجودة ممكن تكون مش بس علاقة ثلاثية ممكن تدخل من شخص ثالث إما من العائلة أو طبعا القراءة ممكن تنفع أنه تكون عكسية لكن بشوف بالنهاية يعني شي كتير حلو شي كتير حلو يعني قربت كتير من الارتباط إذا كنت اللي هو الارتباط الجدي صرت كتير قريب منه لكن ما وصلت له 100% لكن أنت في الطريق وآخر مرحلة في هذا الموضوع عم بشوفك كتير مبسوط للأمور اللي عم بتسير وكأنه في بشاير في الموضوع أو في شغلات بتدل أن الطرف الثاني عم بفكر فيك بطريقة كتير حلوة أنت كمان عم بشوفك بتحبه أكتر بتتمسك فيه أكتر نتيجة قرارات هو رح يتخذها أو عم يتخذها حاليا عم بحاول هو يبعد كل المشاكل والأطراف اللي عم تدخل بشكل سلبي لحتى يوصل لمرحلة جدية في هذا الموضوع إذن ورق كتير إيجابي بالنسبة للمرتبطين ولكن في أوراق بتحكي لك أنه كون حذر في أنه تاخد قرار في هذا الموضوع خاصة أنه في شخص ثاني ولكن مش عم بتحبه قد الشخص اللي أنت معه ولكن في شخص عم بيشوفك من بعيد وأنت بالأخير عم بتفكر بين هذا الشخص وعم تختار الشخص اللي أنت معه لكن بحذر عم تتعامل معه بكتير حذر بالفترة الأخيرة وأنا بنصحك بهذا الإشي يعني لأنه بتضل الأمور مبهمة بينما تصير الخطوة بس يعني في قطوات حلوة ممكن نقوم فيها الطرف الثاني في احتمال 90% كتير ورق حلو يعني نيجي للناس المنفصلين اللي عم تستنى رجوع أو بتتشوف يعني فيه ترك نهائي للعلاقة ولا فيه اللي هو ممكن إنهم يرجعوا حاول نشوف إيش المشاكل في العلاقة اللي سببت الانفصال لبرج زن الجوزاء كان فيه أشخاص متدخلين كتير في العلاقة فيه وحوش فيه عندك واحد تنين ثلاثة أربعة ممسة فيه ناس كتير كانت مش حابة هاي العلاقة إنها تكون من الأساس وكأنها كانت تسيطر على الحبيب أو الشخص اللي انتو تاركينه هاي في الطاقة القديمة طلعت عندنا إذن مش حاليا ولا مستقبلا لكن الحبيب عم بيفكر فيك كتير يعني اللي هو أنت مسيطر على كل تفكيره عم بيفكر فيك خلينا نشوف بالفترة الحالية كيف هو عم بيفكر عم يحلم فيك مبين أنه حارب من أجلك لكن فشل بالفترة الماضية أنت ما كنت عارف لكنه كان يحارب أطراف معينين لنجاح هاي العلاقة لكن في غموض وفي تكتم بعدين صار يحس الموضوع أنه صعب كتير يكمل إما بالنسبة للصراعات اللي بناتكم أو بالنسبة للأشخاص حاولوا أنهم عن جد يسيطروا على تفكيره ولكن عم بشوف أنه عم تصفى الأمور مخه عم يصفى تفكيره عم يرجع لعقله عم بتذكر الأشياء والأماكن اللي كنتوا أنتوا تروحوا عليها عم بشوف طاقة نهرية ترابية وهوائية في الموضوع فيه برضو خبرية فيه إشي بجمعكم مع بعض وكأنه عم يوصلك خبر بيهديك نفسياً وبيخليك اللي هو يعني بردت شوي أعصابك وصرت على أمل كبير أنه يرجع فيه بوادر خير عم بتبين كتير محصوص راح تكون بالفترة الجاي للمنفصلين فيه إذن هذا بيعني أنه فيه ممكن فرصة كبيرة للرجوع عم بالأخير عم يتملكك عم يمسكك في إيده لكن فيه أشخاص فيه علاقة ثلاثية كانت موجودة ويمكن راح تستمر بعد الرجوع لكن أنت راح تكون عارف يعني أو أنت عارف من البداية أنه فيه شخص ثالث لكن هو بالأخير راح يمسكك في إيده ورح يتملكك ورح تكون إله هو إلك واللي بيين عندي أكتر أنه هو الطرف الثاني عم بيحبك أكتر يعني أكتر الأوراق بتبين أنه هو اللي عم بيبادر وهو الحنين من عنده أكتر شاي مع أنه مخبي حاله شوي لكن أهو عم بشوفك كتير كنت مجروح وهلأ فيه موضوع عم بتخليك كتير سعيد المبادرة راح تكون من الطرف الآخر أكتر مبين مبين أنه عنده مسؤوليات كتيرة هذا الشخص عنده أحلام وطموح كان مؤخر الخطوة اللي هي خطوة الرجوع مبين حتى أنه فيه بعد الرجوع فيه ممكن احتمالية ارتباط لكن عم تكون أنت كتير متأني والطرف الثاني كتير متأني في الرجوع لكن عم بيصير في الأخير كنت كتير هيك بأرق يعني أو حتى كانت صحتك مش ولابد لكن الأمور عم بتصير بطريقة حلوة خلينا نشوف إذا فيه نصيحة لبرج الجوزاء من الكون أو من الطاقة الكونية نصيحة لازم تسمعها خلينا نشوف شو ممكن يطلع دائما احنا بناء يعني بحاجة لنصايح لشوية هيك بصيرة تعطينا الأمل ممكن أو بتوجهنا بتكشف لنا أمور عم بيحكي لك إنه أكتر الأغلاط اللي كنت تغلطها اتعلم من أخطائك برج الجوزاء عم بتعيد نفس الأخطاء مع نفس الأشخاص فبيقول لك اتخذ يعني اتخذ قرار في هذا الموضوع إذا فيه شخص يعني عم بيحاربك وكذا خلص إبعد عنه بلا من بلا من الحروب لقلك بالفترة الجاية عم بيقول لك كون هادي لأنه الكون مخبيه لك أشياء حلوة ولكن رح تكون بكتمان يعني وكأنه أنت عم تشتغل كنت بكتمان وعم تفرح لحالك في هذا الموضوع بطلت تحكي للي حواليك شغلات كتير صرت أكتر حكمة أو الكون بيحكي لك صير أكتر حكمة وتكتم على الأمور ما تحكي كل شي عندك حتى للطرف الآخر خلي فيه شي إليك مساحة إليك تفكر بنفسك والنجاح رح يكون حليفك ها بيحكي لك بق ورق كتير حلو اللي هي بيحكي لك أنه الناس اللي جرحوك ما ترجع لهم حاول أنه ما تكرر هذا الإشي في حياتك أو ما تعطي فرصة أكتر من فرصة أنت عم تعطي فرصة كتير لشخص معين فالكون عم بيحكي لك لا اتخذ قرار في هذا الموضوع حب حالك أكتر لكن أنا شايفة يعني تطلع كتير فيه كوت حلوة من بعد هذا من بعد شرحه كبير وغدر كبير لكن أنت بعدت عنه في طاقتك الحالية وكأنك بذلت جهد لحتى تغير طاقتك ببشرك أنه فيه كتير أشياء حلوة ناطريتك إذا كنت عم تستنى شغلة أو موضوع معين الحظ معاك هاي الفترة كمان بالنسبة للجوزاء بشكل عام نصيحة أخرى أو خلينا نشوف الورق اللي بتطع عم بتكون منتصر فهو ببشرك يعني كل ورق حلو اللي عم بطلع عم ترسم بحكي لك أرسم طريقك في نفسك ما تستنى الآخرين يساعدوك بحكي لك فيه أموال جاي فيه أموال رح تمسكها في إيديك لكن رح تصرف كتير فتكون حذر من هاي الناحية رح تكون محارب في الفترة الجاي لكن انت على نصر مقبل فبحكي لك تطمن يعني الشغلة اللي كنت تحارب عشانها رح تكون عندك جميع الأدوات لحتى تحصل على هذا الإشي أنا بطلع له أكتر للعلاقة العاطفية بحكي لك عندك كل شيء انت عندك ممكن جمال مادة عندك استقرار عندك حكمة عائل فكل هدول الأشياء بحكي لك استعملهم في العلاقة خاصة العاطفية من ناحية عاطفية إذن هذا كل شيء بالنسبة لبرج الجوزاء ورح ننزل في الفترة الجاي اللي هو طلبتوني عن التخاطر وكيف جذب الحبيب وهاي الأمور واستعمال التخاطر للمنفصلين وحتى للمرتبطين يعني أول فيديو بعد كل توقعات الأبراج رح يكون عن هذا الموضوع وإن شاء الله بتستعملوا بالطرق اللي أنا رح أحكي لكم عنها واللي هي مجربة مني شخصياً ومن الناس اللي كانوا في الكورسات اللي كنت أخذها يعني عن الموضوع عن موضوع التخاطر وقانون الجذب فأكثر من طريقة مجربة ممكن إنك تحل أمور كتير وتوصل رسائل لأشخاص معينة أو تسيطر على مخهم من خلال طرق معينة رح نوضحها فقل لك لبرج الجوزاء قراءة كتير حلوة ممكن توصل لتسعين بالمئة من اللي أنت بتكيها شهر تموز كتير عم بيكون الحظ معك في بلعب دور عم تحصل على شغلات ما كنت متوقعها أصلاً وما كنت عم تستناها بتحصل عليها هيك فجأة وبتفرح بتحصل على فرحة وفيه شوفنا أخبار ورا بعد بيجو كلهم ترجمة نانسي قنقر